كبيرة وحققنا إنجازات ونجاحات غير مسبوقة ومتميزة محليا ودوليا لكن علينا أن نتساءل هل حققت تلك الجهود مكافحة ناجعة للفساد؟ هل فككت منظوماته؟ هل قطعت أوصاله؟ هل سحقت رأس الفساد؟ هل اشتثت قادته وجنوده؟ هل حطمت قواعده؟ هل أعادت كامل الحقوق والأموال المنهوبة إلى الشعب؟ هل أنصف الضحايا؟ الجواب بالتأكيد لا وهنا نتساءل عن السبب في ذلك الجواب بالتأكيد وبدون أدنى شك هو أولاً عدم احتماد مشروع واقعي متكامل قادر على تشخيص رأس الفساد وعلى اشتثاث الفساد والمفسدين وعادة الأموال والممتلكات التي نهبوها إلى الشعب أو قادر على إدارة معركة حقيقية ضد الفساد والمفسدين والنصر فيها يعمل على الإنسان روحاً وجسداً ثانياً التغافل الرسمي والشعبي عن المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي المذكور المحتوي على مقومات النصر والخلاص من الفساد فلو كانت هناك استجابة لذلك المشروع والمباشرة بتهيئة مستلزمات المعركة ضد الفساد خلال السنوات التي مضت منذ انطلاقه وكل حسب مسؤولياته لما استمرت معاناة شعبنا على المستويات كافة وتأخرت دولتنا على الركب العالمي بل وتمكننا من القضاء على الفساد والمفسدين مثل ما تم القضاء على الإرهاب والإرهابيين بنتيجة معركة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر